مرحبا بالجميع تقشير ودلك للجسم نعومة وترطيب يا بنات حتستغنوا على الحمام المغربي حتستعملوها مرة في الأسبوع بجد كتير رائعة هاي الوصفة يا بنات اعتمدوا عليها حتشوفوا نعومة والترطيب وعطر جميل في الجسم كتير رائعة رائعة هاي الوصفة خليوكم لآخر الفيديو عشان تعرفوا على المكونات لما عمل عندي اشتراك في القناة تعمل عندي اشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد في جديد وصفة طبيعية ام فارس وما تنسوا حبيباتي اللايك ويلا نتعرفوا على هاي الوصفة عندنا حبيباتي اتنين معالق من السكر الخشن وعندنا معلقة كبيرة من البقايا تبع القهوة ما ترميوا يبانات البقايا تبع القهوة كتير رائعة للجسم عندنا معلقة كبيرة من البودر بالنسبة الماء الورد على حسب الخليط وعندنا معلقة صغيرة من نيلة الزرقى وليحابة تعمل معاها العكر الفاسي تعمل معاها بعد ما نخلط المكون جيد جيد حنزود مرة تانية معلقة كبيرة من البودر سر هذا البودر حبيباتي هو الترطيب للجسم هيك هاي الوصفة ما حنحط معاها اي اضافة زيت يكفي عندنا البودر هو بدل الزيت المكون الاول والاخير هو معلقة كبيرة من النشا تخلط المكون جيد جيد حبيباتي وبعدين بنرفعه على النار بعد ما حطينا حبيباتي على النار حيصبح بهذا الشكل شكل الكريمة كتير رائعة يا بنات هاي الوصفة اعملوها ارد علي بجد بجد تقشير ونعومة ما اقول لكم يا بنات كأنك عمل حمام مغربي وحتعملوها حبيباتي بهاي الطريقة اللي انتم شايفين في الفيديو مرة في الأسبوع هاي الوصفة حبيباتي اللي حابة تعمل معاها العكر الفاسي تعمل اللي حابة تعمل معاها النيل الزرقة تعمل اختياري انتم اللي حابين تحطوه معايا يا النيل الزرقة يا العكر الفاسي حنكوروها بهذا الشكل قويرات وحنعملوها حبيباتي في برطمان الزجاج ونحافظو بها على برة صلاحية مفعولها الشهر لو الجو عندكم في البلد اللي انتم موجودين فيه بارد خليوها على برة لو في جو حار يفضل تحطوها في التلاجة وكل أسبوع بيتخذوا الكمية اللي تكفيكم على الجسم بتعملوها وبقول لكم صحة وهنا على الجميع